أحسن الله إليكم اللغة السائلة تقول هل وضع بعض قصات الشعر بالنسبة للمرأة بدون قزع وبدون نية للتشبه بالكافرين محرم؟ نعم لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها خصوصا إذا جعلته على شكل قص الكافرات قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه كذلك إذا جعلته على شكل رأس الرجل قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولا تقصه إلا إذا تأذت به من قوله وعدم قدرتها على إصلاحه وهي لا ترجو نكاحا كتبيرة السن فلا بسان تخففه أما من ليست كذلك فإنها مأمورة بالمحافظة على شعرها والتجمل به وإصلاحه فإنه زينتها وجمالها ولا يحملها النظر إلى النساء المتساهلات أو الجاهلات أو النظر إلى النساء المتشبهات بنساء الكفار ومن باب أولى لا يجوز لها أن تتشبه بنساء الكفار التي يظهرن في الشاشات قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه الخطر عظيم نا